النهاردة كان اليوم الأول في الزمالك بجهازه الفني الجديد لمدة تقريباً يعني أسبوعين رحل الكابتن أسامة نبيه عن الجهاز المعاون لمستر جيسوالدو فريرة وبعد أسبوعين هناك خلالها تعرض أو عرض عليه العديد من العروض على مستوى أن يتولى المسئولية كرجل أول لكنه فضل البقاء منتظراً ربما لفرصة أفضل وجاءت فرصة هي أفضل فرصة في مشوار الكابتن أسامة نبيه التدريبي أن يتولى قيادة ناديه السابق اللي لمع فيه كلاعب واللي كان فيه معاوناً لمدير فني حصد البطولات في المرحلة الماضية جيسوالدو فريرة الكابتن أسامة نبيه بيتولى المسئولية وبعد اعتذار الكابتن محمود فايز عن عدم التواجد في الجهاز المعاون في نادي الزمالك الكابتن أحمد عبد المقصود صودة جاء من جديد من البنك الأهلي وعاد برفقة الكابتن أسامة نبيه ليتواجد معه ومع الكابتن حسين ياسر المحمدي والكابتن محمد صبري في الجهاز المعاون لنادي الزمالك راح النهاردة الكابتن أسامة نبيه التدريب وقاد الميران وتكلم في كيفية لم الشمل لم شمل الفريق كي لا يتواصل إهدار النقاط اجتمع به رئيس نادي الزمالك الأستاذ مرتضى منصور ودار بينهم نقاش طويل ومع اللاعبين تعالوا نستعرض أبرز ما جاء في هذا اللقاء اللي تم النهاردة ما بين رئيس الزمالك وجهاز الزمالك الفني الجديد واللاعبين يلا بي أطالبكم بلما الشمل سريعا وإنهاء الأزمات المثارة حاليا والابتعاد بلاعب الفريق عن أي أمور تشتت تفكيرهم أنتم أبناء النادي وعلى قدر المسئولية وفقت على تواجدكم لأنني أثق فيكم جميعا أسامى نبيه الرجل الأول والمسئول عن القرارات الفنية وعليه أن يشري كمعاوني ابذل كل اللي عندك عشان تفرح الجمهور وإحنا كلنا في ظهرك ده كان نص الرسالة أسامى نبيه أكد على أنه سيفذل قصارى جهده من أجل عودة الفريق للطريق الصحيح وشكر الجميع ومجلس الإدارة على الدعم والمساندة من اللحظة الأولى تابع هتعب وهشتغل وهكافح وبإذن الله ربنا مش هيسبنا وقادر على إعادة سفينة الزمالك لمصارها الصحيح الجهاز الفني الموجود حاليا ده جهاز زمالكاوي بالدرجة الأولى وكمان فنيا جهاز بيمتلك قدرات فنية فهو عنده خليط ما بين القدرات الفنية والخبرات السابقة اللي اشتغلوا مع مدربين كبار زي الكابتن أسامى نبيه على رأس الجهاز الفني كابتن محمد صبري كنجم كبير محبوب من اللاعبين ومن الجمهور الزمالكاوي نفس القصة بالنسبة للكابتن حسين ياسر المحمدي وهو أكثرهم أو أعلاهم حصولا على رخص تدريبية الرخصة التدريبية اليويفا اي واللي هو حتى قريب من إتمام الرخصة البرو من خلال أوروبا برضو وإمبارح حتى عجبني أنه هو اللي كان ليه دور في تهديئة الجمهور اللي كان ثائرا منذ بداية المباراة بل من قبل بداية المباراة وزادت ثورته تدريجيا خلال تأخر الزمالك رحلوهم الكابتن حسين ياسر المحمدي هداهم هتفولوا الزمالكاوي زينا وواحد مننا فالتشكيلة بتاعة الجهاز الفني بتاعة الزمالك دي مهم جدا استغلالها بالشكل الأمثل للزمالك والأيام الأولى من التدريب دي بتبقى مؤثرة جدا لأنها بيتبني عليها ما هو قادم بقى في التعامل مع اللاعبين في إقناع اللاعبين بالأفكار وبالتالي مواجهة فاركو أو فيوتشر المقبلة للزمالك في بطولة الدوري هي مباراة من كل المستويات مش سهلة أولا هي بتضم مواجهة ما بين حامل اللقب اللي مستوى متراجع بشكل واضح ولم يحقق أي انتصار في الدوري من خمس مواجهات ضد وصيف النسخة الحالية اللي لم يخسر حتى الآن في بطولة الدوري المصري الممتاز والراغب في أنه يضيق الخناق على المتصدر الأهلي وبالتالي المواجهة دي ظروف مختلفة أهمية واسعة مع جهاز فني جديد كيف سيتعامل معها الكابتن أسامة نبيه اللي انضم إليه الكابتن أحمد عبد المقصود وده برضو عنده خبر التعامل في الفريق الحالي يعلم تفاصيل الفريق الحالي وفي نفس الوقت بيثق جدا فيه الكابتن أسامة نبيه نبيه